لا تعترف بهم المليشية كأطفال اعتادت أن تطلق عليهم تسمية بديلة اعتبرتهم فتية وعلى الفتية مهام وواجبات أولها القتال أرسلتهم إلى أماكن بعيدة بحيث يكون من الصعب عليهم الهروب والعودة إلى حيث الأم والأب ولا يسعفهم إلى ذلك حتى خيالهم الصغير تستقبل اليوم الحكومة الشرعية العشرات من الأطفال الذين زجت بهم مليشي الحوثي إلى المعارك قد لا يتعرف من هيئهم للحرب على ملامحهم قد دفع بهم إلى المحرقة ونسي وجههم وعن ماذا كانوا يتحدثون وحدهم الأمهات والآباء من سيتعرفون على الملامح ولن ينسوا يوم الميلاد ويوم الوفاة التي اعتقدوها فقد مرت أشهر لم يسمعوا فيها أخبار عن أبنائهم في أرض بعيدة تتسلم اليمن أطفالها وفي الداخل أيضا تتسلم اليوم عدد من الأسر صغارها الذين كانوا في الحرب وتحديدا في محافظة مأرب حيث أعيد ستة أطفال إلى طفولتهم التي لا يعرفون إن كانوا قادرين على استعادتها أم أنها قد فاتتهم كما فاتهم أشياء كثيرة يأتي كل هذا في ظل الدعوات الإنسانية المتكررة حيث دعت مؤخرا وزارة الخارجية الأمريكية الأطراف اليمنية إلى سرعة تطبيق اتفاق تبادل الأسر القصر ترجمة نانسي قنقر